فيلمنا بيبدأ مع توماس وبيحلم إنه ماشي في صحرة واسعة فاضية ومفيش قدامه غير سرير وبيحرصه وتمثالين شكلهم غريب وعى السرير في بنت نايمة شبه الأميرات وبتبقى مش حاسة بأي حاجة حواليها وبيحاول توماس يقرب منها عشان يصحيها فبيجيله صدع شديد جداً بيعذبه وبيشوف قدامه بيت مضلم لحد ما بيقوم مفزوع من الحلم وبيكون عايش في شقة بسيطة جداً ورسوماته متعلقة حواليه في كل حتة لأنه شغير رسامه فنان وقليل ما بينزل من شقةه لأي سبب وبيجيله صديقه عشان يجيب له حاجات الأكل وبيعرض عليه إنه يجي معاه حفلة في بار قريب لأنه لازم يخرج من الشقة ولا يتجنن لكن توماس كالعادة بيرفض عرضه وبيكمل شغله وما بيحاول ينام تاني بيحلم بنفس الحلم وبيصحى مرهج جداً فبيلجأ إنه يروح لدكتورة نفسية وبيحكي لها اللي بيحصله وإنه أما بيحلم الحلم ده مبيقدرش يتحرك بعدها من السرير بسهولة مع إنه بيبقى صاحي فبتفهمه الدكتورة إنه اللي بيحصله أول ما بيصحى اسمه شلل النوم وده بيحصل كتير زيه وحلمه ممكن يكون طبيعه مالوش معنى وعقله هو اللي بيخلق البنت دي في خياله وبيشوفها في أحلامه بس وعزلته عن الناس بتساعد حالته لنها تدهور وتسوق أكتر وبتنصحه الدكتورة إنه لازم يعمل علاقات خارجية مع العالم الطبيعي ويسيبه من الانطوائية اللي هو فيها عشان يا بطل يحلم بالبنت اللي نايمك وبيروح توماس بعدها لجنين عشان يستجمي فيها شوية وبيرسم التماثيل اللي بيشوفها في حلمه وبيعتخيل إنه فيه بنت لابسة أبيض ومرقبة من بعيد حد ما بيجيله تليفون من مكتب محاماة بيبلغه إنه يجو العنوانهم ضروري لاستلام ورثه وبيبقى توماس مش فهم ورثي مين اللي يستيلمه وما بيروح بيتبلغه الموظفة إن عمه كلايف توفى وساب له ويت ملكه لإنه الوريس الشرع الوحيد ليه ولإنه توماس ما شافهوش ولا مرة في حياته بيبقى مستغرب إنه ورث منه حاجة وبيشوف شكل البيت فبيطلع عنه نفس البيت اللي هو شافه في حلمه وبيعرف إن البيت على بعد ثلاث ساعات وإن كلايف لقوه ميت جنب البحيرة اللي عند البيت ومشكوك النموت وناتج عن انتحاره فبيستلم توماس الورق وبيطلع على شقيته عشان يقرى الجواب بتعامه وبيقرر إن يروح عالبيت عشان يعرف قصته إيه وليه شاف في الحلم بتاعه وبيبقى كلايف في جواب وبيحذره من نزوله القوضة اللي في البدرون بتاع البيت لإنها خطر ومقفولة لسبب وليه الحرية في التحرك في أي مكان في البيت أو الملكية المهم هيبعد عن القوضة دي وبعد سفر طويل بيوصل توماس للبيت وبيليه مهجور ومقفول فبيكسر الباب عشان يدخل البيت وبيلاقي تمثيل كتير جواه وجماجم ورموز غريبة منقوشة على السقف وأول مكان بيروحه هو البدرون عشان يعرف ليه كلايف حذره منه وبالذات لكنه بيسمع صوت جاي من الدور الأول وما بيبص ناحية الباب بيتخال وجود شخص واقف ورا الباب فبيطلع عشان يشوف لو حد موجود وبيلاق قدامه واحد اسمها لندا من مكتب المحامة وجاي عشان تسلمه مفاتيح البيت وبتقوله ان خلال اسبوع هيجي السمسر لتقييم البيت عشان لو عايز يبيعه وبيلاقيها بتسأله عن الجواب اللي عمه سبهوله لو ممكن تقراه فبيستغرب من طلبها هم ما بيردش عليها بتستأذنه وبتمشي وبيطلع عشان ينام أو ليلا في بيته وساعتها بيحلم بالبنت اللي مسميها بالجميلة النائمة وبيبقى أول مرة ليه انه يقدر يقرب منها ويبوسها وأول ما بيبوسها بتصحى من النوم وبتقوله انها كانت مستنياة كل الفترة دي وان المرة دي هو قارب لها من كل مرة واسمها هو براير وان هو الوحيد اللي يقدر يصحيها من نومها وبيبقى توماس مش عايز يصحى من النوم لكنه بيقومها في زوع وبيبقى مش قادر يتحرك وبيشوف وحش قاد على صدره وبيقتله وساعتها بيقدر انه يفوق من كبوسه وبيحاول يكمل يومه وبيجيب مقاول يصلح البيت وبيسأله لو كان شافعي حاجة غريبة في البيت فبيقوله المقاول انه عايش في المدينة وفي قصص بتقول انه في ناس اختفوا في البيت من سنين لكن الشرطة ما قدرتش تثبت كده وكانوا بيقولوا ان البيت هو السبب وكان عمه قليل ما بيخرج من بيته وفضل قاعد فيه مدة طويلة وبسبب القصص اللي عن البيت هتأثر جمد على سعره وخصوصا لو الشاري من السكان المحليين وعارف قصة البيت وسمعته وبعد ما توماس بيسمع كلام المقاول بيقرر انه يروح لأرشيف المدينة عشان يشوف كل سجلات البيت وقر عنها وبيلاي الموظفة تخض تم عارفة انه عايش في البيت الغريب وبتدله على مكان السجلات وبيفضل يتفرج على تصميم البيت عشان يعرف لو كان فيه اي قوض مخفية وفجأة بيحس بقلم شديد وبيقع على الارض بسبب الواجع وبيشوف خيالات وقفة قدامه وبعدها بيختفوا وبيبقى عايز يفهم قصة البيت فبيروح على ليندا لانها الوحيدة اللي يعرفها في المدينة وبيطلب منها اي معلومات عن البيت وبيترجع تساعده فبتقوله ان اخوها مات في البيت ده ده غير تلاتة وخمسين واحد غيره ماته برضو في اخر مية خمسة وعشرين سنة وتسجله كحالات اختفاء وانها متأكدة ان البيت مسكون ومش يتهدل لما تعرف حقيقة البيت وفجأة بيتعب توماس تاني وبيقع على الارض وبيفقد الوعي قدام ليندا فبتاخده فورا على المستشفى وبيرجع من تاني توماس للحلم بتاع الاميرة براير وبتقوله براير ان هو الوحيد اللي يقدر يطلق صراحة من البيت اللي هي ملعونة فيه لانه بقى صاحب البيت وان الشياطين اللي محوطنها خايفين من قوته وهو الوحيد اللي قادر يساعدها وكل ما يبعد عنها يتعب اكتر ولازم يفوق دلوقتي وبيقوم من انهم بيلاقي نفسه في بيته ومعا ليندا وبتحكيله انه تعب فجأة وخدته للمستشفى والدكتور اكد لانه سليم وما رجعته البيت لقيته هدي وتحسن وقررت انها تساعده في معرفة حقيقة البيت يمكن ان هي كمان تلاقي اخوها اللي اختفى وبتحكيله ان اخوها كان ما حبيبته في يوم وجوم البيت ده وهم سكرانين وده كان اخر ما كانت شاف فيه قبل اختفاءه على طول وان اختفاءه لقلاقة قوية بالبيت وبيفهم توماس من كلامها انه مرتبط جدا بالبيت ولو بعد ممكن يتعب ويموت وده بسبب ان عمه فضل طول عمره قاعد في البيت وما قدرش انه يسيبه وإلا كان هيموت عشان كده مات في البحيرة لانه بعد عن البيت وما استحملش التعب اللي حصله وبينزلهم الاثنين على البدروم عشان يواري ليندا المكتبة الحديد اللي حاول انه يفتحها لكن فشل مع انه وثق ان فيه مكان كبير وراها لانه شاف تصميم البيت وبيبقى ظاهر وراءة انساء المانيكان واقف كأنهم رائبهم وبيبقى البيت كله مليان بالتمثيل دي وبياخدوا بالهم ان فيه مكان فان كان فيه دم من فترة طويلة فبيخمن توماس ان الاوضة بتتفتح ببصمة الدم بتاعته لان سلالة توماس هم بس اللي ما اسمح لهم يفتحوا الاوضة وبيجرح نفسه بالسكينة وبيدوس على زرار وبيلاقي اوضة تفتحت قدامه وبيدخلوا يشوفوا الحاجات الموجودة في الاوضة وبتلاحز ليندا نفق مقفول قدامها بالسلاسل وبيبقى فيه كتاب كبير شكله مهم قدام توماس فبيفتحه عشان يقرى اللي فيه لكنه بيبقى مكتوب بلغة غريبة مش مفهومة وساعتها بيسمعوا صوت جاي من البدروم وفجأة نور بيفصل فبيطلعوا يبصوا بيلون عدد التماثيل اللي قدامهم زاد وبيحاول تمثال انه يمسكهم فبيهربوا منه وبيلوقوا التماثيل حصرتهم على السلم وبيبقى لازم يعدوا من خلالهم فبيضطر انهم يجروا لحد ما بيطلعوا من البيت وماهم الكتاب وساعتها بيشوفوا واحد جاي بعرابيته وبيقولهم يركبوا معاه فورا عشان يهربوا من المكان وبيبقى الشخص ده اسمه ريتشارد تابع لندا وبيكون متخصص في الظاهر الغير طبيعية وعلى تواصل معاه من فترة طويلة بخصوص البيت لانه ليه علاقة بالاشباح والجن والشيطين وبيروحوا كلهم على بيت لندا وبتدخلوا من المعمل بتاعها اللي بتحمد فيه الصور وبتبقى مرقبة البيت من زمانه وبتصور كل حاجة فيه وقدرت انها تصور الاشباح والجن اللي ظهروا فيه وبيأكد لهم ريتشارد ان البيت مستحوذ عليه جنة او شيطان وعنده القدرة ان يتحكم في اي حاجة حواليه حتى لو جمات زي التماثيل لكن توماس ما بيهتمش بكل اللي بيقولوه لانه عارف انه لو ما رجعش من تاني للبيت هيموت من التاع لانه مرتبط بالبيت زي ما كان عامه مرتبط برضه والموضوع ليه لقب عيلته وصلالته وبيسيبهم وبياخد معاه الكتاب يمكن يفهم اي حاجة فيه وبيشوف قدامه صورة الاميرا براير وهي نايمة دايمة نايمة واول ما ورث البيت براير صحيت في حلمه معنى كده انه بيقرب منها وممكن لو حررها يكسر اللعنة اللي بتربطه ويقدر يبعد عن البيت بدون ما يموت وفي الصفحة التانية من الكتاب بيشوف وحش شابه اللي شافه في حلمه فبيقولون ده اسمه الشيطان المتخفي وانه ممكن يكون السبب في ان البيت مسكون وانه بيحرص الامير عشان تفضل نايمة وبيمنع اي حد انه يقرب منها وبيحاولوا انهم يترجموا الكتاب لكن لغته بتبقى صعبة جدا فبيلجأوا الصديق ليهم اسمه دانيال وبيصطدفهم دانيال في بيته وبيقولوا ان الترجمة هتاخد وقت طويل ولازم يزبروا شواء معاه وبيفضلوا عند دانيال لحد ما الشمس بتطلع وبيبقى المقاول جيه عشان يقابل توماس بخصوص ترمين بيته وبيفضل يدور على توماس في البيت لحد ما بيلاقي ان فيه تمثال واقف وراه وانما بيقرب منه بيلاقي حشرة طلع من عينه وبيتخضوا وبيقوا على الارض وساعتها بيلاقي ان راس تمثال ترمت عليه فبيتراب اكتر وبيجري على اول قضة جنبه وبيستخبى فيها وبيظهر وحش بيجم عليه وبيقتله وبيكون توماس في بيت دانيال وبيروح في النوم فبيحلم ببراير تاني وهي متكتفة قدامه وبتتعذب وبيصحي دانيال عشان يقوله ان فيه جزء ترجم من الكتاب ومكتوف فيه ان جد توماس عمل اتفاق مع الشيطان من خلال التضحية بعروسة عزراء ومن ساعتها والعيلة كلها ملعونة وان براير كانت ملكة لحد ما الجن قدر انه يدخلها في نوم ابدي مش هتصحى منه ابدا وانها محبوسة في البيت في مكان خفي وبيتعب توماس اكتر وبيفتكر ان المقاول المفروض يجي يزوره في البيت فبيقولهم انه لازم يرجع للبيت فورا وبيتعب اكتر في العربية وبيشوف براير قدامه هي بتقوله ان الشيطان بقى اقوى وانه ما بقاش محمي زي الاول وبيوصلوا البيت وبيفضل يدور في كل البيت حد ما بيشوف المقاول هو ميت وبيعرف ان الشر لازم ينتهي فورا فبينزل مع ريتشارد وليندا للبادروم عشان يحاولوا يوصلوا لمكان الاميرا براير وبيكسروا البوابة المقفولة قدامهم عشان يدخلوا في نفق طويل وبيفضلوا ماشين فيه وبيوصلوا لمكان شبه المستشفى وكلها مليانة تماثيل وبتشوف ليندا قدامها تمثال شبه اخوها وفاجأة بيهجم عليهم الجن وبيحاولوا انه يضربهم وبيقدر انه يتنقل من التمثال التاني لحد ما بيهجم على ريتشارد عشان يقتله وبتضربوا ليندا وبيرجع من تاني التمثال وبيفهموا انه كل اللي ماتوا في البيت حاولوا التماثيل كأنهم معقفاض يقدر الجن يتنقل فيهم براحته ويتحرك ومن ضمن التماثيل دو الاخو ليندا اللي دخل البيت مع صاحبته واختفوا فيه وبيكاملوا ماشي في الانفاق لحد ما بيلاقوا وحش غريب قاعد قدامهم وبيصنع حاجة وبيحاول توماس انه يدور على براير لحد ما ريتشارد يجزي بانتباع الوحش ليه وبيبقى الوحش هو الشيطان اللي بيحمي قطة الاميرة عشان محدش يدخلها وتفضل نايمة لطول العمر وبيبقى الشيطان شايفهم وبيقولهم ان اللي بيحاولوا يعملوها يفشل لانه هو الاقوى من ساعة ما استحوز على البيت وهو حارس الاميرة اللي محدش يقدر يقرب لها طول ما هو الحارس عليها وبيكون توماس قدر انه يوصل القوضة لبراير محبوسة فيها وبيخرجها من سجنها وبيبص عشان يصحيها من نمها الابدي زي ما قالت له في الحلم واول ما بتقوم بتشكره انه انقذها وبيتحول شكل عينها الاسود وبترمي من قدامها وبتروح تقتل الحارس عشان ما يقدرش انه يحبسها تاني وبتطلع براير هي الشر نفسه وانها كانت محبوسة عشان العالم يتحمي من شرها وبتحررها تحرر الشر وبتختفي براير من المكان ومعها توماس لانها تستخدم جسمه كوعاء ليه هتعيش فيه وبيبقى دانيا لقدر انه يترجم بقى الكتاب وبيكون مكتوف فيه ان دم العيلة كلها ملعون بسبب الشياطين وانهم بيطردوا اي حد من العيلة عشان يستولوا على جسمه ويرجعوا من تاني للحياة والاستحواز بيبدأ بالكوابيس اللي الفرد بيحلم بيها وبعدها بينتشر المرض في الجسم واول ما الشر بيتحرر بيلبس جسم الشخص اللي حرره وهو توماس وبيبقى فعلا توماس بقى ملك لبراير وقدرت انها تسيطر على جسمه وتحررت بسببه كتبوا يوسف ابراهيم وسجلوا محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجوا محمود مجدي وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون صليم